بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عزائي جيل 2007 أخيرا وصلنا للبدايات اليوم بدي أنا استعرض لكم خطة الانطلاقة لجيلكم العظيم جيل 2007 طرحته بصراحة أنا على شكل عدة تساؤلات أول سؤال هل حصص التأسيس مهمة؟ وأين نجدها؟ الحقيقة نعم مهمة حصص التأسيس مهمة يعني أنا بدي إياك من هول لبداية الأسبوع القادم تكون إذا ما درست التأسيس ترجع تدرسه التأسيس أنا عملت فيه أشياء مهمة رجعت كل ما يتطلب أو يتطلب من طلاب التوجيه من الصفوف 9-10-11 زائد حطيت فيه بعض المسائل أو الأمور الدقيقة اللي كان طلاب 2006 يعانوا منها فأنا شرحته في البداية قبل الدخول إلى المنهج وحطينا بعض الأسئلة الإضافية وبعض الأفكار الجميلة يا ريت لو تطلعوا عليها طبعاً إحنا بين الحين والآخر خلال شرحنا للمادة إذا احتجنا شيء من التأسيس رح أرجع له بشكل سريع لكن أنا لو أجيت لرأيي أنا بفضل أنه أنت تدرس التأسيس في البداية قبل البدء في المادة أين نجدها؟ بنوجد الحصص موجودة يا جماعة على قناتي على اليوتيوب وفيه في الكابشن طبعاً الحصص هاي اللي هو الدوسية دوسية التأسيس على شكل بي دي أف نازل على الدرايف طب سؤال الثاني متى أول حصة رسمية في المنهج الجيل 2007؟ إن شاء الله أول حصة رسمية لح تكون اللي هو الأحد القادم الأحد بتاريخ 30-5-2024 إن شاء الله رب العالمين هاي أول حصة مسجلة رح تبدأ رح نبدأ فيها في المنهج دايريكت في الوحدة الأولى طيب ما هي مواعيد الحصص وتقسيمها؟ خليني أنا إجابة هذا السؤال تحديداً حطيت لها لوحدة حاله حصص عندي رح يكون عندي يا شباب ثلاث حصص مسجلة في الأسبوع أي أيام رح تنزل لنا رح تنزل أحد ثلاثاء وخميس طيب زائد بعد الثلاث حصص هاي عندي حصة تفاعلية إثرائية رح تنزل يوم السبت رح تكون لطلاب التفاعل يوم السبت الساعة ثلاثة للساعة خمسة شو بتشمل هاي الحصص التفاعلية الإثرائية؟ مراجعة لحصص الأسبوع السابق يعني إحنا الأسبوع اللي قبل بنكون أخذنا أحد وثلاث وخميس حصص مسجلة بتكون حضرتهم وخلصتهم لما ساء الجمعة معك ثاني يوم السبت من الساعة ثلاثة للساعة خمسة حصة تفاعلية بتكون مراجعة للحصص اللي راحت شو بتشمل هاي المراجعة؟ إجابة أيضا على استفسارات كل الطلاب سواء التفاعل أو المسجل زائد ورقة عمل أو امتحان قصير بكون معطيكية يعني بكون عندنا حصص أحد ثلاث خميس بالخميس بالكثير بكون منزلك ورقة عمل بقول لك إحنا السبت القادم راح نحلها هذا الجدول تبعنا بإذن الله تعالى طيب طبعا مدة الحصة يا جماعة مدة الحصة بإذن الله على دوركم راح تكون حوالي خمسة وأربعين دقيقة بإذن الله تعالى لن تجاوز ذلك خمسة وأربعين دقيقة يعني زي حصتك في المدرسة حصة خفيفة لطيفة قد تكون أقصر بس أكثر بإذن الله تعالى طيب الآن نرجع لتساؤلاتنا السؤال الرابع الممكن يسألوا الطلاب كم حكينا طبعا أجاوبنا كم معدل مدة الحصة حكينا حوالي خمسة وأربعين دقيقة الآن السؤال الخامس كيف منضم إلى جروبات الواتس أب سواء التأسيس أو البطاقة خلينا نعنوا إياكم ندردش في هذا الموضوع لأنه كثير طلاب يسألوني للانضمام إلى جروبات الواتس أب أرسل للأدمن مالك هذا رقمه على هذا الرقم هذا رقم الأدمن أوكي هذا رقم الأدمن أول شيء إذا بدك أنت تدخل على جروب التأسيس هذا لكافة طلاب المملكة بغض النظر كانت البطاقة عندك أو لا بترسل اسمك زائد كلمة أو عبارة تأسيس فيزياء إذا أنت كنت من طلاب البطاقة يعني كانت عندك البطاقة أنت طلاب تفاعل أو مسجل أرسل اسمك زائد صورة الدورة اللي هي أسماء الحصص اللي أنت عندك على جو أكاديمي منصة جو أكاديمي طيب لأي استفسار علمي بخصوص المادة أي استفسار عندك بخصوص المادة وحيثياتها تواصل معي أنت على هذا الرقم أنا اللي رح أجاوبك على هذا الرقم بإذن الله تعالى هاي أتوقع معظم الاستفسارات اللي بيسألوها الطلاب عادة طيب سؤال الأخير كيف يمكن الحصول على البطاقة مع البكيج البطاقة طبعا بتقدر تحصل عليها من خلال الرقم الآتي الحصول على بطاقة مادة الفيزياء والدوسية والبكيج بدأك ترسل لهذا الرقم برضو هذا بتفاهم معك الآدمن بخصوص كل شيء بإذن الله يا أخوان طبعا المادة تبعتنا مادة رائعة تتكون من الآتي مادة الفيزياء عبارة عن أربع فصل أول الفصل الأول عبارة عن أربع وحدات الوحدة الأولى الوحدة الأولى اللي يعبال عن الزخم الخطي والتصادمات والوحدة الثانية يعني أنا أتأكد أغلبكم صار يعرف عنهم أو سامع فيهم اللي هي الحركة الدورانية والوحدة الثانثة التيارات أو التيار الكهربائي وحدة الرابعة اللي هي المجال المغناطيسي طبعا عبارة عن مادة جميلة جدا هاي عبارة عن درسين عبارة عن درسين وهاي عبارة عن ثلاث دروس والتيارات عبارة أيضا عن ثلاث دروس والمجال المغناطيسي عبارة عن درسين منفصلين طبعا طلاب الصناعي في تشابه كثير بينهم بين علمي إلا في بعض المواضيع البسيطة إن شاء الله إحنا داخل الحصص لما نيجي لموضوع ملغي لطلاب الصناعي رح نحذرهم نقولهم ديروا باركم هذا الموضوع مش إلكم وبإذن الله يعني إذا كان بالإمكان أنه نعمل حصص منفصلة لطلاب الصناعي ممكن نعملها هاي التفاصيل بنحكيها إن شاء الله لاحقا إحنا والمنصة قضية الثانية عدد علامات الوحدة الأولى عبارة عن 24 علامة عليها ليسد دوائر هكون والوحدة الثانية عبارة عن 28 علامة عبارة عن 7 دوائر أما التيارات فعليها برضو 24 علامة هاي التقسيم متبحهم وتتكون أيضا من 6 دوائر في انتحان الوزارة عليها وأيضا بالنسبة للمجال المغناطيسي أيضا 24 علامة عبارة عن 6 دوائر بإذن الله مادة شيقة بالمناسبة مادة الفصل الدراسي الأول تشكل حوالي تقريبا تقريبا 65% من الكتاب يعني ثلثين المادة يعني ثلثين مادة الكتاب كامل ثلثيها هي الفصل الأول عشان هيك الفصل الثاني بإذن الله لما نستمر وحتحس أن المادة قصيرة وسريعة ويتم إنجازها بشكل سريع متى بتتوقع تنهي إحنا بدايتنا حكينا تقريبا 36 بتوقع عنه بإذن الله مع بداية يعني أول أسبوع كحد أقصى في شهر 12 حتى يترسلنا لكم أن تكونوا سيطرتوا على المادة ورطبت أموركم بتوقع من هول بداية المدارس الحكومية اللي هي رح تكون حوالي 18-8 أو 20-8 بإذن الله نكون شارفنا على الانتهاء من الوحدة الثانية يعني تقريبا خلصنا نصف مادة الفصل الأول هذا أنت في العطلة وثم نستمر يعني أنا حابب أستعزل شوية عشان أنت لما تدخل على المدرسة مهما كان أنت تظلك مسيطر ومسبق عن المدرسة شوية عشان أنت تشعر بارتياح أكثر وسيطر يعني أكبر عن المادة أرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله يكون هذا التوضيح قد يعني أجاب على التساؤلات الكثير من طلاب أحباء نجيل 2007 أرجو لكم التوفيق دائما وأبدأ بحبكم أحمد شكبوعة ومناصد جواك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر